وكأنه لم يكفي ملف الدواء التزوير في الأدوية وإدخالها بشكل غير قانوني وغير شرعي إلى البلاد وهي لا ترعي أصلا شروط الصحة العامة ليضاف إلى الملف تزوير جديد في الشهادات المعطاة للصيادلة تخيلوا أنه حتى إفادات كولوكيوم التي على أساسها يعطى الصيدلي حق ممارسة المهنة مزورة خمستعشر إفادة مزورة ضبطت لخمستعشر صيدليا كانوا يسرحون ويمرحون ويمارسون المهنة خلافا للقانون والأصول فيتلاعبون بصحة المواطن من دون ذرة ضمير ستة من هؤلاء يملكون صيدليات وأحدهم يملك مختبرا والباقون يعملون في شركات وصيدليات اكتشاف لوزارة الصحة يسجل لها بعد ثبات طويل اكتشاف استدعى تحرك وزير الصحة علي حسن خليل ليصدر قرارا استرد بمشبه إجازات ممارسة مهنة الصيدلة بصورة نهائية من خمستعشر صيدليا إنجاز وبعد إفادات الكولوكيوم الصادرة عن المرجعية الرسمية أي وزارة التربية غير صحيحة كيف؟ تبين للوزارة أنه اللي وقع الإفادة هو أمين سر الكولوكيوم سابق من سنوات عديدة يعني هو المزور؟ لا 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 هو غير موجود هو مرحوم هو يتوفى هو متوفي من سنوات عديدة يعني حصلين على الخطر؟ حصلين على شهادة قديمة ومزورينها بما بعرف كيف بيزوروا الشهادات بأسليبهم الخاصة إذا كان التزوير مستمرا فما الحل المطروح للقضاء عليه؟ ممكن ضبطه بشكل أكبر إذا تم المكننة في ضبط لعدد مش قليل وفي عدم ضبط لعدد مش قليل كمان؟ ما عنا أحصاد وزارة الصحة وفي اتصال مع الام تي في رفضت التعليق على الموضوع مكتفية بالقول الأمر لم يعد لدينا بل لدى وزارة التربية جيد ونحن لما عرفنا هذا الموضوع واتحقنا منه بالفعل رفعت كتاب لهيئة الأضايا بوزارة العدل هل تستطيع أن تعد أنه لن يكون هناك شهادات وإفادات مزورة بعد اليوم؟ لا، ما في حدا يعطي هالوعد بالعالم كله نحن اللي فينا نقوله أنه نجرب نضبط الوضع بشكل أكبر لم يستطع الوزير أن يعد بوقف التزوير فمن عساه يفعل؟ ترجمة نانسي قنقر